على سبيل مثال بي بي قلت عندي مثلا تيلفون فيوم اي اصور اشوف الصورة هاي هي الصورة الصح يوم اراويها اي واحد يعني اي مصور يقول لي والله انت ضيعت امور كثيرة كيف انا اقدر يعني في خلال فترة بسيطة ان اوصل لمستوى متقدم في شي اسمه قواعد التصوير وقواعد التصوير يحطها ادمي ترى مو بشي منزل فكرتها انك انت لما تعرف هذه القاعدة تعلي عندك الذوق العام في موضوع التصوير ليش انا حطيت مثلا العنصر الاساسي في هذه المنطقة لان العين اول ما تشوف الصورة تركز على هالمنطقة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي شرح لي صدري ويسر لي امري واحد العقدة تم اللسان يفقه قولي موضوع الحلقة اليوم عن عالم التصوير طبعا عالم التصوير عالم كبير صراحة انا ما افهم له فاستضفتك اليوم اساس تشرحي لنا شو هو عالم التصوير هذا وكيف وصلتي لهذه المرحلة يعني في انت انت تصورين صور فيها قصص وفي نفس الوقت فيها جودة عالية استضيف اليوم الاخت هند الرئيسي من هي هند الرئيسي؟ انا من هي؟ انا مصورة بديت في الرياضة وكملت في المعارض والبورتريت يعني يمكن اختصاصي الاكبر حاليا في البورتريت بس الشغف والحب في الرياضة متى بديتي في هذه المرحلة؟ كيف قصة البداية هذه؟ بديت اوكي انا احب اقولها القصة انا اذا كن متضايقة اسوي شيء في العادة انا ما اسويه مثلا عندي عود يعني بتعلم ادقعود انا ما اعرف ادقعود صراحة الي اليوم عندي العود موجود في الستوديو ما اعرف ادقعود طلعت لي ليسا طراد ومن طلعت ليسا انا ما دخلت البحر اوكي هاك اليوم قاعدة ومضايقة وشانا اشوف اعلان تصفيات كاساسيا شانا اقول يلا خلني اروح اصور اتصلت في بنت خالتي قلت لهم وين يأجرون كاميرات انا ما افهم في التصوير ما اعرف ما اعرف شي عن التصوير كان عندي كاميرا اصور فيه الاهل ممكن تقولي لي بس الكاميرا هاي كانت شو عبارة الكاميرا هاي الكاميرا الصغيرة اللي عندي 超 لحبتها عن الكودا بس انا لا كانت عندي سوني يعني كان في الفين وتسعة الفين وعشرة هالكلام وفيها شي قريب يه يه لا لا مقديم انا ما كنت مصورة اصلا ما افهم في هالعالم يعني حتى خذت الكاميرا وثق فيها لحظات عيالي انا كان عندي ولد في الفين وعشرة ومبكان بعدها موجود بس يعني كنت أحب أني أنا أوثق هاللحظات والبلاك بيري تصويره ما كان أوكي هذيك الأيام وبس كنت أصور عمر بديتي الهواية من 2010 ما كانت هواية توثيق لحظات ولدي بس وبعدها نسيت التصوير ويوم شفت إعلان تصفيات كاس آسيا صلت فيه من دخالتي قلت لهم وين تأجرون كيمارات قالت لي دلتني على استوديو ورحت وأجرت الكيمارات وما كانت رخيصة الأمانة جارها ألف درهم في اليوم ورحت لاتحاد قلت لهم أبغي تصريح أني أنا أدخل كاس آسيا أدخل المباراة وطلع لي التصريح الحمد لله بسرعة وخذت التصريح ورحت أستاذ محمد بن زايد أول مرة في حياتي أدخل بملعب أول مرة لا أعرف شيء أنا أصلا كرة القدم أشوفها في التلفزيون وما أعرف وين يدخلون الناس وين يدخلون المصورين الإعلام فأقعد أسأل السيكوريتي وين الميديا يقول لي هناك شيك الواحد يأشر بعدين أول ما دخلت الملعب شفت المصورين يوم شفتهم وقفتوا إياهم فأي أبا أصور صورة تطلع سودة شو هذا؟ ليش صورتي سودة؟ وكي شال للغطة بس صورة سودة فأسأل المصور اللي عدالي ليش صورتي سودة؟ يتطلعني من نظر أن أنت يعني زود أنت شو بنت أنت شو تسوي جنيتي مش فاهم فأعدالي إياها وصورت وستانست صدقي يعني كانت متعة فضيعة لأن فزنا خمسة صفر على فيتنام وكان أيام عز المنتخب يعني أنا أقول هذا كان الجيل الذهبي جيل أحمد خليل إسماعيل حمادي مبهوت عموري يعني بالنسبة لي أنا هذا هو الجيل الذهبي سمتي الجيل الذهبي بالنسبة لي أيوة وهم أم الجيل الذهبي يعني وأنت توقع أنه يعني ما حد يختلف في هذا الموضوع كيف يعني ما حد يختلف يعني المباراة كانت ممتعة والمصور ترى اللي يصور المباراة ما يشوف شي فيها ما يشوف إلا الفرحة الأهداف يشوف أشياء لقطات بسيطة لكن ما يتابع الشوت ما يشوفها عدل يعني اللي يصير بعيد ما يشوفها عدل من مثل المشاهد في التلفزيون على المدارة ترى يشوف شي من بعيد يشوف الصورة كاملة على المدارة أنت وراء المرمى وأنت وراء مرمى الخصم شو تشوف أنت تشوف الحارس وتشوف المحقدة أو معين أيوة فيعني التجربة كانت بالنسبة لي وقت حلوة قلت لازم أعيدها رحت المرة الثانية أريد أن أصور مباراة الأهلي والوحدة قبل شباب الأهلي ما دخلوني طبعاً أنا عبالي أن الموضوع مثل الاتحاد يعني موضوع الاتحاد والمنتخب سهل يعني أنت تطلع تصريح أسهل يعني الرابطة لازم تسجل قبلها بفترة يعني لها إجراءات ثانية يعني لأن البطولة تختلف قلت لهم كيف وأنا أبغي أدخل ومن يمناك ومن يمناك في حليلهم المكتب الإعلامي في نادي الوحدة طلعوا لي تصريح يومي ودخلت وأنا رايح أصور الأهلي وهم والوحدة يقولون لي ها تصورين منه أقولهم الأهلي يقولون ما شاء الله وما تستحين عويلاً تقولي يعني إحنا اللي مطلعين للتتصريح أقولوا لا لا فأصوركم كلكم فهاي كانت يعني بعد تجربة حلوة بالنسبة لي أنا كنت أشجع نادي الأهلي كنت أشجع الأهلي و بس والله حولت حين على حولت على الرياضة بديت أطوع لأن تقيت وايد نادي الوصل شو السالفة هاي نو ما يحب الوصل أنا ما عدي تعليق أنت عيناوي ما تحب الوصل أنا ما عدي تعليق شوف أقولك شيء أنا ما كنت وصلاوية ويمكن نادي الوحيد في دبي اللي أنا ما كنت أحب الوصل ما أحبهم لين اشتغلت معهم وطلعت من هالنادي وأقول ما في أي آدم يشتغل مع نادي الوصل ما يحبهم ما أقولك من لعيبة من إدارة يعني الجمهور يخليك أن أنت غصباً عنك قصباً عنك تحبين النادي الوصل أحبهم والله يعني لو أنا أقول أنا موبوصل وصلاوية يمكن هذا أكثر نادي حالياً أنا أتابعه أنت تصورين مبارياتهم صحول أنا شكت كذا مرة تصورين بشكل دائم ما بشكل دائم لا أنا عندي تصريح أني أنا أصور دوري ومتى ما شفت أني أنا أقدر أروح أصور أروح أصور لأن أنا شغلي الأساسي في الاستيديو حالياً مش في كرة القدم لكن هذه يعني المتنفس بالنسبة لكرة القدم شو الأدوات التي تستخدمينها مثلاً هنا في الإمارات وشافوني شركة نيكون أنا عندي كاميراة نيكون فقالوا لي بعد البطولة تعالي نبغي نكلمت شو رأيت نعطيت كاميرا نعطيت ما أدري شو يعني خلاص تكونين أنت مننا وفينا من هذه الشركة قلت لهم والله ما عندي مانع واللي تأمرون فيه وعطوني كاميرا أول ما نزلت كاميراتهم الزيناين عطوني إياها أني أنا أصور وأجربها وعطوني إياها حقي وبعدها بفترة أعطوني عدسات ثانية أن تساعدني في مجال كرة القدم ليش أنه يعني هذا مجال ما فيه هوايد ناس متخصصين فيه ليس فقط كرة القدم الرياضة بشكل عام فأن أنت تحصل شخص في هذا المجال وبنت بس أنت وصلت لمستوى احترافي بحيث أنهم يعتمدون عليك مثل هذه الشركة نيكون يعتمدون عليك أنت أنت تصورين المباريات الحمد لله تمثلينهم وكم خطي كم الفترة الخطية عساة توصلي لهذه المرحلة وأنت ما درستي الإعلام صح ولا ولا درستي فن التصوير وما شاء الله أشوف تروحين خط كلاسات لأن أشوف جاس الدربين الحين يعطينا القصة أنا بالنسبة لي التصوير مثل الكاراتي الكاراتي لو تقعد تقرأ وتدرس الكاراتي ما تقدر تدخل فيه بطولة لازم تتمرن لازم تطبيق عملي نفس الشي التصوير مع الممارسة أنت تتطور والممارسة تخليك تختصر وائد أشياء أو أنك أنت تعرف معلومة بطريقة أسهل فأنك أنت تشارك الشخص الثاني المعلومة هذه عشان تختصر عليه الوقت أنه يعني ما يأخذ نفس وقتك هذا كامل عشان يوصل لهذه المعلومة أنت تعطي مثلاً أنت كنت في نقطة رقم واحد وصلت لنقطة رقم عشرة إذا أنت بتعلم الشخص لازم تعطيه رقم عشرة عشان ينطلق لعشرين وثلاثين هذا الصح إذا نحن نبغي نخرج جيل يعني ونرفع الذوق العام في مجالنا مجال التصوير بس كيف عرفت أنه مثلاً هاي الزاوية على سبيل المثال بي بولت عندي مثلاً تيلفون ما أدري أسمع البكس المال والجود التصوير عالية فيومي أصور أشوف الصورة هاي هي الصورة الصح الصح يومي أراويها أي واحد يعني أي مصور يقول لي والله أنت ضيعت أمور كثيرة ضيعت الزاوية اللضاءة ويطلع لي عيوب كثيرة فيها نزيم كيف أنا أقدر يعني في خلال الفترة البسيطة أنه أوصل لمستوى متقدم في شيء اسمه قواعد التصوير وقواعد التصوير يحطها آدمي ترى ما بشيء منزل فكرتها أنك أنت لما تعرف هذه القاعدة تعلي عندك الذوق العام في موضوع التصوير ليش أنا حطيت مثلاً العنصر الأساسي في هذه المنطقة لأن العين أول ما تشوف الصورة تركز على هالمنطقة ليش أنا حطيت العنصر في هالمكان لأن الخط هذا لما يمشي هذا اللاين مثل غايدلاين يخليك على طول تروح وتشوف العنصر هذا هذه قواعد التصوير هذا اللي تسويه قواعد التصوير مثلاً تشوف البراندات العالمية لما تتصور برودكت معين تستخدم قاعدة معينة تلاقي وائد براندات تستخدم قاعدة معينة وتي مثلاً مؤسسات ثانية أو شركات ثانية تستخدم قاعدة ثانية عشان تعرف الفرق مثلاً تصوير الأكل له قاعدة تطلع جمالية هالشي والعطور لها قاعدة ثانية تطلع جماليتها قاعدة عبارة عن شو مثلاً إضاءة تسليط قاعدة الثلث مثلاً أنك أنت وين تحط العنصر في الصورة مثلاً عندك شفت لما تفتح التلفون يكون عندك مثل الخطوط صح؟ نقطة تلاقي هذه الخطوط هي النقاط اللي تركز عليها العين أول ما تشوف الصورة أمس أنت الصورة أو أول أمس وقت المطار كان النفاف وشو تقولون إذا تبعون تشوفون القطرات القطرات هاي أو النفاف لازم تخلون الضو وراكم أو الليت وراكم وما تخلون يكون واضح أساس أن تشوفون شو الفكرة منها الفكرة من هذا الموضوع حين هذه الإضاءة إذا كانت وراكم أنت غطيت عليها باقي الخلفية بيصير ظلام فالإضاءة بتضرب على القطرات هالي فبتبرز والعكس إذا كنت أنت تصور في النهار لازم الباقراند تصير عندك غامج عشان الإضاءة بعد تضرب على القطرات وتبين زي وإذا كانت هاي الصبح هاي الصبح ترى أنا أقولك إذا أنت تصور للمطر الصبح لازم تخلي مبنى غامج وراك أو أي شيء غامج وراك يبين المطر يعني حين مثلا لو أنا أصور مثلا وإنا لابس شي لعباه بتبين قطرات الماء وأنا يعني وهي مرة على الشيلة مثلا لكن أنت مثلا بالكندورة ما بتبين عندك واضحة فإذا كان الباقراند أسود بتبين عندك أوضح ذكرتي أنت شرحتي لقصتك أنت كيف بديتي في التصوير بس لازم في شيء يعني خلات تبدين أو تخطون هاي الخطوة هاي شو هاي الخطوة اللي خلت أنت أنت تقول أنا خلاص ببدأ أصور تقولت لي أنت صرتي نادي وكتشال الكاميرا هذي لا في شيء شجعت خلاني أستمر لا تقولي بس الكاميرا هذي أنا لو لو صرت مكان ما برجع مرة ثانية يصور يعني في شيء سويت أنت خلات أنت فعلا تبدين تصلي لها المرحلة كل إنسان يمكن عنده شيء يمكن هو ما يعرف أنه دافع لكن هو الدافع بالنسبة له أنا عندي عمر وأمل هم كانوا بالنسبة لي دافع أني أنا أبغي أطور من نفسي أبغي أسوي شيء عشانهم يعني عشان عيالي بس هم كانوا الدافع ها هو الدافع اللي خلاني أستمر لها المستوى يعني بعدين أنا من النوع اللي ما أحب حد يقول أوه شغلوها عشان هي مواطنة أوه شغلوها عشان هي حرام حرمة مسكينة ما أدري شو عندها عيال لا لا أشغلوها لأنها شاطرة شغلوها لأنها تفهم فعبا أطور من نفسي لأنني أنا أعرف أن أنا كفاءة ليش أنا كفاءة لأنني أنا أتعلم من ناس كفاءة والشيء اللي خليني أنا أقول المعلومة وما أخشها على الناس أني أنا بعد لقيت هذه المعلومة من الناس وما بخلو علي في شيء يعني أنا ريتاتش البشرة واللي تنظيف البشرة تعلمتها من شخص تعلمتها من شخص ثاني تلوين الصورة تعلمتها من شخص ولا واحد فيهم يا وقال لي والله تفعيلي عشان أنا أعلمت لا فأنا هالشيء يخليني لا لا إذا أي حدياني يقول لي يا هند كيف صورت هالشي لازم أنا أعطيه هذه المعلومة زين أحين قلت إلي تعلمتي من مثلا حد في الميك أب أو الميك أب خلنا نسمي أنا ما عارش سموه بالضب زين وقلت عقب مو بالميك يجريتها البشرة اللي هو تنظيف البشرة في الفوتوشوب آه أوكي ولا ما لخص بالباودر ما باودر هالأشياء ما لدخل فيه أشياء بعدين تيب الممارسة يعني أنا يومي يقول إذا كان فيه لمعة في ويهك بس الكلينكس ممكن تطبطب الكلينكس على ويهك هذا تي وانت تصور وايد تعرف تكتشف هاي الأشياء فيه أشيتيك على الخبرة هاي على الخبرة وفيه أشيتيك إنه من معلومة أنت سمعتها آه أوكي فهمت عليك شفت ما شاء الله عندك في البروفايل عندك الصور لمتسابقين عالميين هذي فممكن تقولي لي متى وكيف بديتي وياهم يعني أحس إنه فيه صعوبة توصلي لهم هالجماعة يعني أنا ضد كلمة صعوبة ضد هالكلمة ليش لأنه ما فيه شي صعب إلا الشي اللي الإنسان يحطه في باله يعني ما فيه ما فيه شي في الحياة صعب إلا الشي اللي أنت تحطه في بالك وتقول لنا والله هذا صعب خلاص أنت ذهنيا تحس إنه صعب لكن جماعة ترى يسابقون في بضبي كل سنة يسابقون في بضبي عندك فرصة أنك أنت تصورهم أنا يعني انتهزت هذه الفرصة الحمد لله مرتين الله يسر لي أني أنا أدخل هذه السباقة وصورتهم وأنا أصلا أتابع السباقة قولي لقصة هاي كيف بديتي أول شي أنا بتكلم لك عن موضوع الجنريشن أي شيء أنت في إيدك يا تحبه يا ما تحبه إذا كان الموضوع في إيدك الحين كم بنت تسوق سيارة؟ أغلب البنات يسوق سيارة صح؟ قبل أنه كان يسوق سيارة أنا أدر ما أتي بنت تسوق سيارة أنا طلعت من عائلة يعني أغلبهم يحبون السيارات يعني أنا أخويا كان من صغراء في الصيف الناس يروحون برامة صيفية وأبويا يدخل أخويا قراج يحب السيارات عنده هذا الهوس أخوالي نفس الشي يدي الله يرحم أبويا نفس الشي فنحن عدنا أحب السيارات هذا لكن لما صارت البنت تسوق وتتعامل مع هذه السيارة يا خالي فتح لنا البنيت ترى هذا راديتر إذا نزل ترفع حرارة السيارة هذا القيج هذا مدر شو شرح لنا كل شي في السيارة يعني عارف كل شي في السيارة إن كيس وقفت علي السيارة أنا فاهمة شو قاعد يصير ما أي أصيح في نص الشارع لا فلا صار لي أنا أعرف كيف أتصرف شفت قيج الحرارة قاعد يرتفع لازم أوقف عشان ما تدخن السيارة لازم تكون عندي هذه الثقافة ما أكون أنا أتكالية دايما يعني في هذه الأمور خلاص نحن كشعب تقريبا أغلب البنات يسوقا ممثل قبل قبل هي يعني نادر ما تشوف حرما تسوق وإذا ساقت هي ساقت لحايا إن هي ما عندها حد يوديها وييبها فهي مضطرة إذا وقفت عليها السيارة ستين واحد يقفلها الحين لا كل حر ما عن عشر ريايين الحمد لله ومن هني بدت من هني أنا ما أقدر أقول لك من هني بدأ حب السيارات لكن حب السباقات أصلا هذا شيء متأصل فينا لو تلاحظ سباقات الهجن سباقات حتى في البحر الشواحي في الشراعية موضوع السباقات هاي أشياء متأصلة فينا ايوه هاي متأصلة فينا لدرجة أنه حتى لما دخلوا العرب في سباقات البحر اللي هي السبيد بوت سموهم أسياد البحر الفيكتوري تيم سموهم أسياد البحر وقاموا هم اللي يبوني النتائج نشوف نفس الشيء في عالم السيارات الرالي إذا رئيس الاتحاد العالمي للسيارات إماراتي محمد بن سليم فهذا الشيء متأصل فينا نحن يعني ما بقولك بس في الإمارات أنا أقولك في الخليج العربي كامل موضوع السباقات شيء متأصل فينا فالشيء اللي خلاني أنا أحب السيارات والسباقات نحن نروح كارتنج مو كارتنج نلعب ألعب مع أخواني عيال خالاتي لما نطلع يعني ها نوع من الأكتباتيز اللي احنا نسويهم بعدها قام يطلع لي في إنستقرام يعني سباقات الأفوان فقمت أحب أتابع وقمت أتابع مثلا فريق ردبول يعني موضوع أنهم يعني كان منافسة بينهم بين مرسيدس ومرسيدس فترة طويلة هم اللي يبون يعني أطال العالم كان لويس هاملتن سبع سنين وراء بعض هو بطل العالم لكن في البوديوم كل مرة يعني متسابق يصعد البوديوم لينما ردبول كسروا سلسلة انتصارات مرسيدس مرسيدس في قصص حلوة يعني في هالسباقات في هالمنافسة فلما تبدأ تتابع هذه الأشياء ودك أن تروح تشوفهم في أرض الواقع يعني ناس أنت تتابعهم في التلفزيون تغيشوا وانا عندك صور من الأحداث هاي اللي صايرة أيوة بالضبط وانهني أنت بديتي قمت يتروحين أيوة وغير أنك أنت مثلا تركز على لاعب تعرف أن مثلا اوه طلع من هذا الفريق عقب انتصارات عقب نزل مستوى رد في سباق ثاني كسر راسهم على قولتهم في زماط يعني في الموضوع فهالشيء اللي يخليني أني أنا أحب هالأجواء ومتأخر مرة رحتي صورتي مثلا حدث كبير الفورمولة شهر 12 كان سباق بضابي أنا كنت هناك وتكوني هناك يعني في الحلبة داخل الحلبة ولا في المنصف لا في البادك أنا أروح ما أصور الحدث نفسه أصور لأجزاء يعني فريق العمل هناك هي فرق في الشسمة لكن هذا ما يمنعني أنا أنزل تحت وأصور لأني فاهم في اللعبة فأقعد أشرح للناس ترى هذا شيء هذا شيء فلان طلع لأنه كان في هالفريق عقب يروح الفريق الثاني هذا وقع مع هالفريق لن أتابعهم والحلو أنه حين صار حتى فيه ديكومنتري عنهم في نتفلكس فأنت تقدر تشوف يعني ديكومنتري تفهم القصة كاملة نزيل السؤال بالنسبة للصور اللي تصورين هناك في السباقات هذه يعني في حد من مجلات يعني تعاون معاك أو مثلا خلنا نقول وسائل الإعلام لهذه السباقات لا مين لي الصور تكون حقي أنا لكن أنا أروح هناك أصور لجهات معينة يعني أنا أغلب الصور اللي أصورها تكون ملك جهة معينة هم يدافعين لي أني أنا أصور لهم أشياء محددة ووقت اللي أنا مثلا ما عندي شيء أصور معهم أنزل تحت وأصور المتسابقين والصور تكون هناك تعرفين أنا شايف بعض الصور مثلا يوم تطوف السيارة يوم تطوف ترومين الصورين هنه تكون كأنها ماذا يسمونها موشن تحسها كأنها تتحرك هي كأنها متحرك شرحي ليها كيف تسوونها في ستن معين هذه أنا تعلمتها في سباقات البحر علمني إياها واحد كان يشتغل في جريدة الاتحاد كان يقول لي كيف أني أنا أنزل الشتر عشان أخذ الصورة يعني الصورة تكون بطيئة لكن أنا أتحرك مع سرعة الزورق فأنا سرعتي تكون مع سرعة الزورق فالزورق يبين ثابت والباقي كله يبين متحرك هذه حين حتى قمنا نسويها في التلفون يعني أنت في تلفون إذا كان عندك آيفون تروم تحرك التلفون يعني أنك في خاصية اسمها تعطيك نفس الإيحاء هذا بس عن نفس الكواليتي؟ مو بنفس الكواليتي طبعا في عدسات معين تستخدمينها حق السبالات العدسة هي للأبعاد لكن الستنج عشان تطلع هاي الصورة من الكاميرا نفسها أنك أنت تنزل الشتر يعني اللي هو سرعة الغالق تنزلها تخليها أبطأ يعني إذا أنا حين مثلا أقدر أصور مثلا السيارة ثابت مع أنه هي على سرعة ليش أن سرعة الغالق ويد تكون سريعة يعني مثلا عادي توصل خمسة آلاف في الثاني خمسة آلاف في الثاني خمسة آلاف صورة اللي هي يعني تأتيك مثلا جزء في الثانية يعني مدتها يعني أيوة هذه خمسة آلاف في الثانية أيوة وتوصل لثمانة آلاف لكن هذه أنت شو تسويها تقدر مثلا تاخذ مثلا أكثر من صورة في الثانية فالكاميرات الرياضية تتسابق في عدد الصور اللي ممكن تاخذها في الثانية يعني توصل قبل أيام الدي اس الار إذا عندك خمسة عشر صورة في الثانية هذا شيء واو يعتبر أنك تاخذ خمسة عشر صورة في الثانية بعدها قاموا في المرر لس يطورون الشيء عشرين صورة في الثانية ثلاثين صورة في الثانية لين ما وصلوا الحين أمية وعشرين صورة في الثانية من تتخيل هاي رمشتك هذي كم صورة فيها زين أنا بأشتوي مصور صير مصور لكن زين أوكي بس كيف بقدر أشتوي مصور في خلال فترة بسيطة على يعني على أسس بسيطة مثلا أو خلنا نقول مثل ما قلتي قواعد بسيطة كيف أقدر أكون أنك أنت في البداية تتعلم القواعد وتبدأ تقلد أغلب الناس اللي بدأوا أي حرفة بدأوا بالتقليد والتقليد مبعيب أنك أنت تقلد مثلا هذا وتقلد هذا لين تفهم كيف وصل لهذا المستوى أنا مثلا مسيد جدامي وجدام مسيد هنا تجمع مياه أخلي الصورة إنعكاس هذه قاعدة من قواعد هاي سمونها إنعكاس شو غير في مثلا قاعدة الثلث قاعدة الخطوط تأطير الصورة شرحي ليان أساسا نفهم أول شيء خلنا نقول بأقول لك عن مثلا إطار الصورة تأطير الصورة غالبا يستخدمونها مثلا تشوف صور في إيطاليا في دريشة وبحر ومركب وفي غرفة يعني أنت عينك وين الدريشة والمركب عينك على طول تروح هناك ليش لأنه في إطار أو مثلا ناس اللي هم مولود يحطون الدبلة من الدبلة تبين إيد البيبي ولا العروس والمعرس هذه بعد تأطير الصورة أنك أنت ما تشوف اللي حولك تشوف بس اللي في هذا الإطار يعني خلون العين تركز في مكان محدد أو معين تركز هنا مع أنه عادي الباقي ترى فيه عناصر ثانية ممكن شغلة العناصر الثانية تشرح لك وقت أو حتى ممكن نقول رسبي الخلطة إذا كان أكل عرفت أو المكان اللي أنت تصور فيه تشرح لك إياه لكن العنصر الأساسي داخل هذا الإطار فهي قاعدة تعتبر عندك مثلا قاعدة اللي هي القاعدة السلبية النيكاتف سبيس تلاقي كل شيء فاضي وفيه عنصر واحد على الطرف هذه يستخدمونها البراندات العالمية يعني الطاولة كبيرة فيها شيء واحد فيه خاتم خاتم واحد أو عطر واحد أو شيء الباكراوند كامل أبيض وفيه عطر أو مثلا تلاقي الصحراء يسمونها شو يسمونها النقطة في سبيس أو يعني المنطقة السلبية المنطقة السلبية وعكسها اللي هي اللي هي فلد سبيس اللي هي يعني وايد تكون حشرة حشرة في الصورة لكن الحشرة هذه تشرح لك وضع العنصر الأساسي اللي أنت تصورها مثلا أنت بطبق مكارونا تحط هني فلفل تحط ليمون فأنت يوم تي تشوفها في المنيوم أنت فاهم شو في داخل الطبق هذا من الأشياء اللي تشرح لك أو مثلا زهاب العروس تحصل هني عطور وما أدري شو هاو في النص الطقم فالأشياء هذه يعني أنت ما ركزت على العطور ما ركزت على الطقم وما ركزت على الخضروات أو شو اللي حوالي شفت الطبق لكن العناصر الثانية تشرح لك وضع هذا صح خاصة المنيوم والمطع في حوالي الصحن أشياء كثيرة لك ما ركز فيها ما تركز بس الصحن مرات تشوف إذا في عدالة فلفل تعرفناها سبايسي مرات في ليمون بعد ما وصل لها المرحلة يمكن أنت كمصور توصري لها المرحلة تركزين شو بين الصور وبعدين من تبدأ تفهم في القواعد أو حتى الإضاءات تبدأ يوم تصير تشوف فيلم يعني في السينما تقول تصويرهم جبار الإضاءة هذه اللي يستخدموها هل أنت مثلا يوم تقفي جدام أي صورة أكيد تطلعين عيوبها ما أشوف عيوبها لكن أشوف شو نظرة المصور لها كيف كيف صور هالشي أو كيف ياتها هذه الفكرة أو ليش ياتها الفكرة شو الشي اللي يقصده يعني تدري لو أوقف جدام أميت صورة وأتطالع صورة صورة بشوف العاديات كي لا ننصي شي أنا كنت يوم أي أدخل مثلا مكان فن وآرت ويعني مجسمات أتطالع أقول شو السالفة ما أفهم ما أعرف طهل ليش يوقفي ما أستوعب الشي ليه بعد فترة أنت تبدأ حتى في الصورة تفهم الألوان شو اللون اللي يركب على هاللون تبدأ تفهم في اللوحة ليش الرسابس تخدم مثلا هاللونين بنفسجي وأخضر ليش وكسرهم بارتقالي شو هالألوان تحسهم عنقاش لكن ويدراكبين على بعض الدرجة هذه هي نفس الدرجة تقريبا فأنت تبدأ تفهم ليش تتركب هالألوان مع بعض أوكي يعني عادي مثلا في خطوط في السكف خطوط أو في سكة أنت خاصة يوم تسافر صور الريترو أيوة في سكة وتحس السكة شي قاعدة تصير نهاية السكة ضيقة فأنت عينك على النهاية إذا فيها شي شي هاي سامونها قاعدة الخطوط أنه أنت تتبع هذا الخط أو اللاين وهذا لازم يكون عندك خلفية معين أساس أن تسويها أنت تشوف وأنت مسافر تشوف شي فيه وعيد خطوط تعرف أن هاي الخطوط ممكن توجه مثلا أنت في ممر تأخذ مثلا طرف الممر عشان هذا الخط دايركت بيوديك لعنصر معين وين الليت اللي طالع منه مثلا الشمس مركب أي شي عند التجارب في المغامرة وصورتي هناك مغامرة مثل تصوير البوديان أنا أمس بوديان مثلا رحتي يبال صحرة رحنا صورنا عقب المطار حتى نفس يوم المطار رحنا صورت صورة لدبي سكايلان دبي كومل من ند الشبا وقت المطار وبعد المطار رحنا صورنا بعد الماء المتيمع في القدرة الغدير يعني دشينة في نص الماء فكان وناس صورت الصور عندك صور تراوينا صورنا بنشوفها إن شاء الله من بطلب منت تراوينا خمس ستوب صور يعني عندك نشوفها زي عندك قصص قلنا إياها صارت لك بوقت التصوير ما عارف والله قصص قصص وقت التصوير ونصور شي مغامرات ما صار لأن أنا في الأساس ما أصور لاندسكيب ما أصور طبيعة يعني وهذا الشي اللي يخليني أنا مثلا أغلب معداتي لتصوير الرياضة أو الشخصيات أنا أحب أصور الناس أكثر من تصوير الحيوانات مثلا أو الحياة البرية أكثر من تصوير حياة الشارع ويد أحب التعابير الأكشن يعني عشان شي أنا دخلت مجال كرة القدم ويد في أكشن فهالشي بالنسبة لي الشغف يعني أكثر من تصوير الطبيعة زي ما فكرت مثلا تخلين تصوير حق الأخبار مثلا خلنا نقول أخبار رياضية اللي عندك أخبار الكرة وأخبار السيارات مثلا تكوني أنت عندك يعني كصفحة خاصة فيك أنت وهذه الصفحة تعطي مثلا التصوير الأخباري شوي مختلف لازم يكون يعني سريع تصوره وبسرعة طرش لهم أنا أصور رو وأبدأ أتفن وأعدل الألوان وأغير في الفوتوشوب عشان أطلع بصورة فنية تستخدمين برنامج فوتوشوب هذا الصور فوتوشوب ما عندك برنامج تاني لا لا أنا وإذا كان فيديوهات ما أصور أنا فيديو بس صور عادية يعني الفيديوهات اللي أنا روحي أسويها أستخدم اللي هو الأدوبي بريمير لكن أنا في الصور أستخدم الفوتوشوب فأنا حتى في تصوير كرة القدم يعني تصوير أي فعالية رياضية أستخدم الفوتوشوب أصور الصور رو تكون خام يعني ما غير معالجة ما عرف كيف يشرحونها بعدين أبدأ أنا أعالجها من أول وديد لأن الألوان ما تكون هي الألوان الحقيقية تبدأ يعني شوي تكون باهة الصورة هي صورة روتي شذا هاي شفت يوم أنت تاخذ الطاولة من إيكيا ماتيك جاهزة أنت عقب تركبها تركبها صورة روتي يعني ألوانها ما تعطيك تشبع الألوان كلها عشان يكون عندك التحكم الكامل في الألوان يعني بيكون فيه اختلاف خلنا نقول حين نحن في الكواليتي فيه بس الكواليتي في الكواليتي فيه ويوم وقت التعديل وانت تقوم يتعدلين على الألوان هذي نحن مود الصورة حتى يعني مثلا أنت عندك تقدر تخلي صورة تبين كأن الجو بارد تبدأ تزيد اللون الأزرق في الصورة أو تبدأ تجلبها تخليها على البني أو على الأصفر يعني تعدل مود الصورة زين لو تشوفين نحن مثلا عندك ما بذكر أساميل البرامج هذي فيه برامج يستخدمون في التواصل الاجتماعي تقوم تعدل الشخص تعدل الويهو كامل أنا شوفت أنت ضد هاي الفكرة ما أدري ليش ضد الفلاتر ليش ضد الفلاتر ما أعرف أوكي أنا مش ضد الفلاتر لأسباب شخصية يعني أنا كمصورة لما أي أصور الشخص أتعب معاه لأنه خلاص تعود على ويها بالفلتر الفلتر يبدأ يخلي الشخص يحس أنه صدق تي هو صدق خشم ضعيف هو صدق ويها تي صافي بس يعني ويها محفر وما يتقبل الصورة يقول لا شكلي غلط ما بكمل الجملة يعني في الواقع شي ثاني في الواقع شي ثاني لأنه ما يتقبل من يفتح لسناب شات الفلتر على وطول موجود ذكرت الاسم تعادي لا حتى استقرام حتى أي برنامج حتى تيك توك ناس تستخدم الفلتر ولا يعني مو ضد الفلتر لشي معين لكن الفلتر ترى يخليك ما عندك ثقة في نفسك أنه أنت ما تبغي تطلع صورتك الحقيقية جدا من الناس خلينا أقول شي يعني واحد يوم يشوف عمرة في المنظرة يبين حلو يعني ما أقول حلو يكون أفضل عن الكاميرا الكاميرا أبعادها تختلف شو السبب؟ البعد هو البعد يعني مثلا ولا هي نفس الشي يعني الصورة هي اللي موجودة في الكاميرا نفسها هي اللي في الحق في الواقع لا طبعا هو البعد يختلف لكن بعد الفلتر يغير الفلتر يردك على واقعك اللي هو 90% لا لا أنا هاللي شفت الصراحة ولا شي الفلتر يجمل لك الحقائق ما يجمل أنا ما يعدل لك الأبعاد ينظف ينظف الوي صحيح؟ بس إذا أنت ويك أصلا ما بنظيف صح ولا لا؟ شو الأبعاد ما يخص بالوي أنت إذا شفت وعمرك بالمنظرة ما يخص إذا ويك نظيف ولا لا قلت إلي بالنسبة للفلتر يغطي عيوب كثيرة يجمل الحقائق يجمل الحقائق ويغطي عيوب إذا كان الوي متحفر وإذا كانت في مشاكل تتغطى هاي كلها صحيح لكن ما أعتقد أنه فيه أعراس بدون فلاتر لا فيه أعراس بدون فلاتر كيف؟ أنت تخيل مثلا مثلا حطيت فلتر ويضع عفل خشم ويكبر الحلج ودمعة تعال عقب خمس سنين وتشوف هالصور شو هذا منوها الإنسان مو بأنت هذا ما يجمل حقائق هذا يغير الحقائق يغير تاريخ حتى نتكلم شوي يعني بصراحة أكبر الناس اللي كانوا يحطون فلتر لتشلب راضين عن نفسهم؟ طبعا لا بالضب ولا الريال اللي كان يحط لك ها طوق الورد عشان يجمل الحقائق راضي عن نفسه؟ لا طبعا فأنت تخيل بعدها طلعت شو؟ فلا تر بس تصفيت الويه ويبين ويها بارتقالي والبرطم أحمر كيف يعني؟ يعني السموحة يعني احنا نعرفك يعني محجي الإضاءة تغير لك وايد أشياء بالكاميرا اللي هي كاميرا العادية الإضاءة تعدلك كل شيء توجيه الإضاءة أنا أصور ما أشوفها الشيء نزيل أنا أصور مثلا احنا جدامي مثلا أي صورة بصورها سواء كان حد من ربعي أو شيء ما يطلع نفس ما أنا أشوفها طبيعي أبعاد عينك لير أنا أبعاد الكاميرا إذا أصور ما بطلعين نسموه أنت يحين جدامي في الصورة أراويك أنا مثلا الصور مثلا إحنا يوم نصور مباريات واللاعب يركب هو مبهو نفس اللاعب هذا هو عموري هو ويها هو ويها ترى ما يتغير لكن أنك أنت لما تأخذ سلفي أبعاد الكاميرا مختلفة ليش لما أنت تتصور مثلا وايد أنجل أو الفش آي يسمونها عين السمكة تبدأ توسع لك مدى الصورة فيختلف الشخص يعني يبدأ ويها ينمط يبدأ المبنى ينسحب ليش لأنه تبغي تطلع لك اللقطة كاملة فهالشي أبعاد الويه تتغير هذا طبيعي الكاميرا الأمامية تسوي لك هالشي تبدأ تغير لك الأبعاد بعد الكاميرا سوي شوي زوم ويهك هذا هو ويهك في زوايا في زوايا لو واحد مثلا ياس على زاوية ومعين محدد على يم أيوه ويصور يتغير حتى الويه شكله يتغير أنا بأقول لك ما في إنسان خشم أمية بالأمية سيدة ما في كلهم فيهم عوجاج له بسيط فتبدأ إذا أنت تصور مثلا على جهة هني خشمك يبين سيدة تعلف الجهة الثانية شكلك يتغير أو هني عينك أصغر من هذه فتبدأ يعني مثلا إذا هاي الكاميرا أنا أجدم عيني الصغيرة وأبعد عيني اللي شوي أكبر عشان مع المسافة هاي يصير فيه بالانس شوي يصير فيه اتزان يعني في الأبعاد هاي نحنا نسويها كمصورين لكن ما أي أغير لك شكلك أو أسوي لك لمعة وبلشر وأنت ريال وبلحية طالين عادي عادي يعني هذا ويهك ترضى بالواقع بس إننا حين الأغلبية كلهم يستخدمون الفلاتر الله يهديهم نحن ندعي لهم بالهداية الصراحة زي هند أحب خمس صور عندك أبو أشوفهم صورة الشيخ محمد أنا كنت رايحة مباراة الهلال والساحل التونسي أنا أحب نادي الهلال وأشجع نادي الهلال فهذه المباراة كانت بين نادي الهلال والساحل التونسي في ختام كاز زايد للأندية عادي شاء الله صور في نص المباراة يوم أصد على المنصة أشوف الشيخ محمد الله يحفظه يالس الشيخ ناصر اللي هو ناصر بن حمد في البحرين كان موجود شيخ هزاع شيخ شخبوط بن نهيان ويد شيخ والوليد بن طلال كلهم موجودين في المنصة فأنا حولت من كرة من المباراة للمنصة بعدها يوم صار التتويج كنت أبغي أدخل جدام وأقول حق المنظمين أنا المواطنة الوحيدة في الملعب يعني أنا يا أصن حق نادي الهلال والمباراة كانت في استادها الزاع أقولهم أنا الاماراتية الوحيدة هنا تخلوني أصور الشيخ يعني أصور الشيخ محمد المهم واحد قال لي لا ممنوع وما أدري ما يستوي وكلهم سعوديين عندي واحد كان يقول لي تعالي تعالي بسرعة هن أنا أنا خفت أول شي قلت أنا ما سويت شي شوي كان يبطلي السياج اللي حاطينا بطلي قال لي تجدما كان يسوي جدام الشيخ محمد والعدسة اللي حاطت إنها يعني سبعين ميتين مداها يعني هو كان بعيد وائد عني فيوم صورت طبعا أنا أصور أصور والشيخ مستانس ويضحك يعني أنا ما أقدر أنزل حتى الكيمارة أني أنا أبغي أخذ كل ثانية أبغي أخذ كل لحظة من هال الدقائق اللي أنا كنت فيها يعني وقت التتويت بس يعني هاش شعور الصراحة اللي هاي أول صورة أول صورة أول صورة اللي هي من التوب هاي أحلى صورة بالنسبايا لأن شعورها كان حلو بالنسبالي أنا يا أيا حك شي والله عطاني الشيء الأحلى ونفس الشيء صار لي سبحان الله في أول مرة في 2021 لما رح تصور فورمولا أنا رايح أصور متسابق رايح أصور دانيل ريكاردو وسلمت على الشيخ محمد يعني أنا بالنسبالي هذا شيء أكبر طبعا ضرب عشرة الصورة ثاني ميحة حمد يعني طبعا هو فنان الإمارات الأول بالنسبالي وبالنسبة حق 99.9% بالمية بالإماراتين فتصوير ميحة حمد بالنسبالي كان يعني شيء وايد كبير وإني أنا أشوف هذا الإنسان يعني يعني عن قرب كيف هو يعني صد كأنه أب حتى في تعاملة في ضحكة متواضع يعني وايد وايد حبوب وجلسة التصوير كانت وايد ممتعة يعني صدق استمتعت فيها يعني من جلسات التصوير اللي أنا الصدق استمتعت فيها والصورة الثالثة الصورة الثالثة كنت طالع رحلة مع الدار العقارية لمانشستر عشان نحضر مباراة مانشستر سيتي ضد نيو كاسل وطبعا أنا ما حضرت ياهم في المدرجات أنا كنت تحت في الملعب أصور وطبعا تجربة تصوير يعني فرق القدم في الدوري الإنجليزي أو في الملعب الأوروبية فرق فرق شاسع شي يعني شعور ما تتخيل أحساس جدا غريب لدرجة أني أنا بعد هذه المباراة رجعت الإمارات وصورت مباراة بين الشارجة والوصل تعتبر مباراة جماهيرية لناديين عندهم جماهير ما يعني هالشعور يعني فرق أقول له ما أقدر حتى أنزل الصور الشعور يختلف يعني بالنسبة لي هاي من أحلى التجارب اللي أنا جربتها وتعلمت صدق منها والرابعة في كاس العالم أنا يمكن ما حضرت ولا مباراة لكن أنا صورت منتخب السعودية صورهم الرسمية حق كاس العالم طبعا من أحلى التجارب بعد اللي مرت علي وكانت بالنسبة لي هذه ثقة كبيرة أن منتخب السعودية يعطيني إياها أني أنا أصور لهم اللعبة إختاروتي من المصورين قال تعصوريهم لأنهم وعسكرهم كان في بوضبي وكمصورة هنا موجودة في الإمارات كنت أنا موجودة يعني أنا أعرف المصورين أنا أعرف المصورين هناك في منتخب السعودية وهم رشحوا اسمي فلما رح تصورتهم بالنسبة لي يعني هاي كانت تجربة وايد كبيرة ولعبة السعودية يعني مستواهم جدا عالي ونحنا نتابعهم من زمان وأنا أحب في منتخب السعودية أو في الدوري السعودي تقديرهم اللاعبين الكبار يعني وايد حلو هالشي فلما تتصور سلمان الدوسري سلمان الدوسري سلمان الفرج سالم الدوسري فلما تتصور يعني سلمان الفرج سالم الدوسري سعود عبد الحميد يعني فيه شعور حلو هيك يعني وأنت تتصور هالنجوم بس صورناهم بأفكار يعني يبنى طير ويعني صورة مثلا صورة سالم عينه والعين الثانية اللي هي كانت عين الطير وغير صور الفرحة أو الصور مثلا يعني احنا شو نسميها لازم يكون في مثلا في جلسة التصوير صورة يعني كيف هو احتفالية الشخص فعشان إذا مثلا فاز الفريق يحطون هذه الصورة فبالنسبة لي يعني كانت جلسة التصوير بعد أكثر من ممتعة أحين غطيتي أربع صور باقي الخامسة الخامسة هذه صورتها وقت المطرة تاريخ 16 أربعة السنة هذه أي ووقت وقت العصار اللي أنا قبل كم من يوم أي وقت عز المطرة رح تند الشبه وصورت صورة صورة دبي صدق يعني تحسها المدينة يعني فاتنة زاهية يعني صورة وايد كانت قريبة لقلبي يعني كانت ولا زاهة ومنظل حتى أني طبعتها عودة صورة صورة دبي سكاي لاين دبي كاملة كاملة والغيوم مع الغيوم يغطي على برج خليفة والسمى كيف غامجة وايد كان الشعور هاي الصورة الخامسة هاي الصورة بالنسبة للصور الباقية شو تشوفينها يعني في صورة صورتيها كانت يعني وراها قصة يعني ليه ما وصلتي له هاي الصورة و يعني يعني خلنا نقول وخذتيها قلتي للصور هاي الثاني لكن في صورة تعبت عليها فعلا عشان أني أنا أطلعها اطلعينها في صورة صراحة بالنسبة لي أنا بعد وايد أحبها صورة أقول يعني إذا فيه بروجيكت أنا اشتغلت عليه وشديت حيلي بتكون هذه صورة السباح يبت إضاءات في مجمع حمدان الرياضي ويبت سباح كان أحمد الفهيم الله يذكره بالخير كان هو متسابق ترى يا ثلان ومتسابق في البكتري تيم فكنا نعيد أكثر من مرة الجامب ولما يطلع مثلا هو يسبح بس كنا نصور بإضاءات في الملعب فكان يعني صدق رسك بالنسبة لي أنا وجهد وإني أنا حتى نزلت في المسبح أني أنا أصور حتى من تحت أنه عندي صورة يعني نص الصورة وهو يعني ينقز نص جسمها تحت الماء ونصها فوق الماء فبالنسبة لي يعني هذا بروجيكت وايد كبير وصدق يعني اجتهد فيه واني أنا نزلت تحت الماء واني أنا أي أصور وكان صعب بالنسبة لي لكن نتيجة كانت وايد حلو ما أصبت تصورين في البحر تحت الماء لا الغواصة غطس بعدني والله طلعت لي ليسا طراد ما طلعت لي ليسا بس ما بكرت يمكن والله ليش لا لأنني قلت البحر لعالم ثاني عالم ثاني صح فعلا وانا أشوف أشوف النانس اللي تصور البحر ما شاء الله عالم في مصورين أشوفهم في الإستغرام يصورون البحر هناك كيف يعني أنا في عالم كرة القدم كل واحد في عالم وسيارة يعني ما تفكرين مثلا تروحين ما بني ما أفكر أقول ما بغلط يعني ليش لا أحب أجرب أشياء يديدة ممكن يعني زين ما شاء الله وصلتي في التصوير يعني لمراحل ما شاء الله متقدمة زين ما فكرت تبدين بزنس أنا بديت التصوير كبزنس بالبداية كنت أجرب أول شي أصور محلات الناس اللي عرفهم كوفي عبي بعدين شفت نفسي شوي في الرياضة والإيبنتات أكثر 2018 فتحت الاستوديو يعني بدايتي الفعلية في 2018 لما فتحت الاستوديو بدأ يستوي ترست بيني وبين المؤسسات هني يعني بدأ الشغل شوي يكبر مع مؤسسات مع جهات يعني محلية وحكومية وبعد جهات من برع فالحمد لله يعني صدق دوم أقول يعني وجود الاستوديو أو وجود مقر هو اللي سوى مثل الثقة بيني وبين الجمهة أو العمرة زين ممكن أعرف شو اسمه هو هذا HND studio HND هند HND ها HND HND أوكي زين وبالنسبة للمكان تروحي بشكل يومي يعني أو بشكل يومي بشكل يومي طبعا أنا أروح بالمواعيد ما أروح يعني دايما أكون متواجدة هناك لا إذا أنا عندي موعد تصوير في هذا الوقت أروح أو إذا أنا أبغي أشتغل أشتغل أنا في الاستوديو لأنني ما عرف أشتغل في البيت يعني مع الحشرة اللي في البيت ما أشتغل فلازم يكون عندي مكان خاص فقط للشغل فخليت المكتب هناك في الاستوديو وبالنسبة تصورون مثلا حفلات أو خلنا نقول مثلا في عندك هاي المناسبات نصور أنا عندي موظفات أنا شخصيا ما أصور أعراس أو حفلات عندي موظفات يصورون لكن نحن شغلنا الأساسي في الفعاليات هذه الموظفة هاي تقولين تصور هل هي واصلة لمرحلة مثل ما أنت شطار شطار يعني أنا حتى ما أخذتهم هم عندهم خبرة عندهم خبرة نعم هاي وبعد مع الوقت تطورت هذه الخبرة ومشاء الله عندي إياهم من زمان من 2018 أنت بادي ما شاء الله من 2018 يعني أنا مثلا اللي ماسك لي البزنس أنا ما أفهم بعد تفهم في الاستراتيجيات فهي بعد ماسكت لي هالجانب الويب سايت السوشال ميديا والتسوير أيوة هي تمسك لي هالأمور أنا علي الشغل اللي هو التصوير أني أنا عييب الناس دائرة المعارف اللي عندي هذا شغلي أنا ف مقارة وين هو في جميرة الثالثة في جميرة الثالثة زي هند أنا اللي عارفة أن المصور أو المقولة هاي اللي يقولونها أن المصور ما يتصور هاي ليش أنت تصور نزيل في البداية الشي اللي خلاني أنا أبدأ أتصور أن في فترة كورونا كانوا وايد ناس يوني يتصورون بورتريتس حق الأونلاين ميتنج ولا يعني حق لينكدين فالناس يومتي عشان مثلا تاخد صورة ما تعرف شو لازم تسوي قبل لا تتتصور البنت شو نوع الميك أب اللي تحطها الريال كيف الغترة الكندورة فكان لازم أني أنا أتكلم وأبين أو أطلع فيديو يوضح لهم هذا الشي لأن هذا الشي الإنسان ما يسويه دايما يعني أنت مبك اليوم بتروح تتصور عشان تعرف شو لازم تسوي قبل جلسة التصوير فلازم المصور اللي أنت بتسير له يكون عاطنك مثلا نصايح معينة أن يوم بتروح تتصور شو لازم تسوي فسويت هذا الفيديو ضرب ولقى يعني قبول انتشار واسع قبول لدرجة أنه وصل الفيديو حق حرمت يدي على الواتساب لهالدرجة يعني هذا يعني انتشار واسع يعني أوسع من شي ما فيه ماشا فبعدها قلت لا لازم أستمر في موضوع أني أنا أسوي فيديوهات فبديت أكتب حلقات وأستمتع وأنا أكتب الحلقة يعني أقول المصور شو يبغي قمت أنا شو محامي المصورين المصورين سموني هند محامية المصورين أن كل أدافع عنهم أن أنت الكلاينت لا تقول شي حق المصور لا تسوي بعين حسيت أني أنا مصختها قمت أدور مع الكلاينت ضد المصور فالشي لقى قبول من الناس الناس أو خاصة للمصورين هذا واقع هم يعيشونه بس مش قادرين يوصلون هذه الكلمة للكلاينت موضوع أن تأخير الدفعات المصورين ووايد يعانون من هالشي عادي مثلا هو يصور الفعالية معينة ويستلم هذه الدفعة مبعق بما يجف عرقه عقب ما يروح ويتسبح ويسوي حمام الغربي واربع خمس شهور بعدين يستلم بس تأفين ليش لأنه إذا أنت متعاملين مع مثلا من جهة ما أذكر شو الجهة هي في عندهم بروسس داخلي هذا البروستر ياخد من شهرين إلى ثلاثة هذا شي طبيعي أنا أفهم من شهرين إلى ثلاثة وأنت كجهة ممكن تقول لي عقب 45 يوم أو عقب ثلاثة شهور حسب العقد المبينكم الوضع مبتي الوضع أسوأ الوضع أسوأ العقد يبين كم يوم من آخر أنت تقول الوضع أسوأ لدرجة أنه يقول لك كل مرة يصير فيه مماطلة وأغلب المصورين أنا أجزم إذا ما كانوا 99% من المصورين يعانون من هذه المشكلة حتى لو يقول لك مثلا بعد ثلاثة شهور الدفع عادي يتيك عقب خمس ستة شهور يعني أنا اليوم وهي تأثر أنا اليوم مستلمة دفعة شهر سبعة السنة اللي طافت تأخير تأخير والدرجة أني أنا ناسي ها الدفع عقب أي أتيك هذا شو فيعني لهالدرجة يعني نحن نعاني أنا لو مثلا يندفع لي كل شيء كل شهر بشهرة في وقته أنا عايشة بخير وأعرف ريلي من راسم لكن هنا أنا في رزق أنا ما أعرف هذي اللي بيدفعونا الحين واللي عقب ثلاثة أربعة خمس ستة شهور فيصير التأخير وارد فهذه واحدة من معانات المصورين اللي نحن لما نتكلم عنها والمصورين يبدون يتداولونها وينشرونها يمكن لك لا ينتي حس شوي بسأل سؤالي هني أنت يوم تتعاملون مع الجهة هذي ما يكون بينكم عقد بيننا عقد يوم يبين من شي يقول الموظف مسافر بعدها المدير ما وقع بعدها فيه توقيع ثاني لازم يصير تعانون أنتو بعد كلكم ما توقع الكل يعاني منها ما تكون فيه دفعة مالية يعني خلنا نقول مقدمة ما بكل الجهات عندها هالشي مرات الجهة يكون عندها ميزانية الميزانية هاي تطلع بعد الفعالية بعد ما يمعون الفواتير هذا الشي يعني فيه جهات يزاهم الله خير يندفع الموضوع على طول أنا صورت للجهة ما عرف أنا ودي أذكر للجهة ثلاثة أيام خلني سميها ألف جهة ألف ثلاثة أيام اندفع المبلغ وتعذره على التأخير وجهة ثانية بنفس الليفل هذا وبنفس البروسيس بالضبط تأخرت علينا مال أربع خمسة شهور وحين تكلمين أنت من السنة طابة هي عبارة عن عشر شهور إذا قلنا شهر سبع نحن يوم شهر أربعة هي عشرة دقريبا فأنا أقول لك مرات ما يكون بروسيس كتر ما هو يكون تكسير موظف أو الموظف ما قاعد يراكب أو لأني أنا أعرف الشخص هذا اللي داوم في هالقسم فبقول له الله يخليك سرع لي موضوع الدفع فيسرع لي ليش يعني يستوي أنه يكون سريع فليش أنتوا تبطؤونه يعني هاي من الصعوبات اللي يواجهها المصور هاي من يمكن أهم الصعوبات اللي يواجهها المصور معاناتنا يعني وبأي يوم يقولون زي شو فيكم إلا هالمبلغ زيت بلاق يعني على هال ترى هذا رزقي في النهاية انت لو تأخر راتبك يومين بتصيح صحيح ف خلونا نصيح بالنسبة لل الانتقادات اللي يتش آخر مرة فيه صار تصوير ووصلت لتش انتقادات من هي أنا موضوع التعليقات السلبية وارد اي شخص عنده وايد متابعين موضوع التعليقات السلبية يكون وارد لكن الشخص لازم يفهم ان التعليق مرات يكون من شخص اصلا نفسيته يعني تعبانة ولا الكومنت السيء يعني سهل انه يطلع اسهل من انك انت تمدح شخص يعني عالي طول بيقول انت هاي خشمتش مدري شو عينتش ليش شي يعني ما يعايب على شي او ما ينتقد نقد بناء لا قاعد يعايب يعني ما شوفي عينتش كيف سودة تحت عينتش روحي عالجي المدري شو فيه حبة في وي يعني شو السالفة شو فيه بس بقولت شي ترى انت يوم تدخلين خاصة في موضوع الميديا السوشال ميديا بتحصلين النقد ايوه طبعا البناء وعنده شلي هو النقد السلبي او خلنا نقول التعليق السلبي لكن انت مثلا لما يبدأ يختلط عليك الموضوع يبدأ يصير النقد نقد فما يهمك الشخص يتكلم هذا سواء النقد بناء ولا نقد سلبي خلاص الكل تسوي لهم شي سليك تقول ما يهمونك كلهم ليه ما يين شخص مثلا يعز عليك يقول لك فلان ترى تحذر سوي شي انا مثلا بالنسبة لي ام يتي تكلمني ليش نزلت هالحلقة امسحي هالشي سوي وامسح يعني وتشوف انا شكثر صور وشكثر حلقات مواصحت لهم لان امي قاتل يمسحي شو الاسباب شو بيها يعني ليش قلتي هالكلمة تعرفين انه ممكن تتاخذ عليكي ليش قلتي هالشي مب انت يعني تتاخذ علي بمأخذ لا الناس ممكن يفهمونها بطريقة غلق سلبية هي والناس يأخذون اكثر شي الامور بطريقة سلبية الناس وانا بالنسبة لي يعني ما باقول لك اخر همي هو مبهمي حتى يعني اللي يبغي يفكر في النغاية هذا تفكير انا ما با تحكم في تفكير الناس انا علي اني انا شو قصت لكن يعني بعد ابراهيم عليه السلام كان يدعي يقول واجعل لي لسانه ذكرا في العالمين حلو ان الانسان تكون سمعته طيبة وانا عارف ان امي تبغي تحافظ علي في هال في هالموضوع انه يعني اوكي سوي لي تبينه لكن حاولي دايما انه السمعة طيبة تسبق الله يصبرك من شاء الله غطينا كل النقاط هند ويينا على ختام الحلقة اليوم ويزاك الله خير لا وحياك الله وانا استمتعت صراحة الله يطلع استمتعنا اكثر ويوهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة